تخيل حضرتك اللي بيزود في السرعة يغفر عن حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن التأني من الله والعجلة من الشيطان لما يجي واحد يكلمه كده فيه تشويه فيه مغلطة منطقية بيعملها للإنسان عشان يستمر بده إيه المغلطة المنطقية قال الكلام ده بيقوله الناس الكسالة تأني السلامة والعجلة الندامة والعجلة الندامة ده عشان الناس دي اللي بتقولها الكلام ده تدأ الأديمة الناس اللي بيقوله الكلام ده تدأ الأديمة الناس اللي بيقوله الكلام ده الناس اللي هم مرحرحين لكن احنا ناس عمليين عصر السرعة لابد أن تعرف أن هناك فرقا بين أنك في عصر السرعة وأنك تقود بسرعة لأن ليس معنى أنك في عصر السرعة هو أن تقود بسرعة ولكن معنى أنك في عصر السرعة أن تتدبر سرعتك قبل أن تقود السيارة أنت عايز توصل في وقت مناسب والعصر مليان بالأعمال الكثيرة يبقى أنت تخطط لوقتك تدير وقتك يبقى أنت ما تغلطش في إدارة وقتك ثم تكون النتيجة أن تعرض نفسك وغيرك للخطأ يبقى إيه اللي حاصل هذه العجلة أكبر مثال يعني لو حبينا نشر حديث صلى الله عليه وسلم والعجلة من الشيطان يبقى إيه اللي حاصل السرعة الزائدة في الطرقات هي دي أفضل مثال عاشر كده عارتك بتقول حرام يعني مش بتقول مثلا مكروه ولا حرام طبعا طبعا لأنه السرعة الزائدة دي جاي منين جاي من تحمل الطرقات جاي من منحنايات الطريق جاي من كثافة الطريق جاي من ستين حاجة فأنت لما تجي تعمل كده وإذا كتلاقي الشخص اللي هو بيحاول يعمل المخاطرات دي دي نفسيته نفسية مقامر يعني إيه نفسية مقامر لا تيجي لما تجيش فممكن تيجي مرة وفي مرة تانية يضي دي حياته وحياة الأخرين ولذلك كل إنسان بيرفع المخاطرة عن الحد المعتاد هو اقترب من الاعتراض على مولانا براك الله وفيك يا مولانا اتبعوا ما يشاهده شكراً للمعاياتة Uh اشتركوا في القناة